اشتركوا في القناة من بلدة سنجل كما تشاهدون الآن بدأت قبل قليل طلائع الجنازة بدأت بالتحرك من مسجد سنجل الرئيسي كما تشاهدون قبل قليل كانت سماعات المسجد قد نعت الفلسطينية وبدأ الحديث عن أن هنا تحميل للاحتلال مسؤولية ما جرى قبل قليل قمنا بعملية التغطية متابعين الكرام من أحد من مستشفى حيث عملت العائلة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي عن عملية دهس تمت خلال هذه الفترة إذن متابعين الكرام كما تتابعون معنا الآن بدأت الإطلال للمغاطنين هنا من بلدة سنجل حيث قالت العائلة قبل قليل بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بعملية قتل مركز لفلسطينية تبلغ ستين عاما من عائلة مسالمة الاحتلال كما تقول العائلة بأن مستوطن إسرائيلي في الشارع المحاذي للمدخل قام بسيارة مسرعة بالقيام بعملية دهس كما تتابعون الآن إذن بدأ عملية التخضير لوداع الفلسطينية مسالمة التي دهست على يد مستوطن إسرائيلي قبل تقريبا ثلاثة ساعات من الآن بحسب رواية شهود العيان هنا من بلدة سنجل والعائلة وزوجها الذي تحدث لنا قبل ساعة من الآن والذي قال بأننا كنا على الطريق الرئيس الواصل ما بين مدينة رمالله ونابلس إلى بلدة سنجل مستوطن كان مصرعا قام بصدم الفلسطينية من عائلة مسالمة مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة استشهدت بعد ذلك على الفور العائلة حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما جرى واعتبرت أن ذلك جريمة مقصودة هنا حاولنا أن نستطلع أراء بعض الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية حتى الساعة كان هناك بيان صادر عن بلدية سنجل والذي أشار إلى عملية دهس للفلسطينية وأيضا لم يلحظ بأن هناك بيانات رسمية فلسطينية تحدثت حتى الساعة أو لم يصلنا حتى الساعة حتى أكون دقيق في الرواية إذن متابعين الكرام هذا المشهد كما تشاهدون مئات الشبان الفلسطينيين بالإضافة إلى أهالي بلدة سنجل بدأوا بالتخضير لعملية تشيع جثمان الشهيدة والتي سينطلق من المسجد الرئيس هنا في بلدة سنجل حيث سيوارى جثمانها التراب متابعين الكرام كما هو الحال في الضفة الغربية وتتابعون معنا في الأيام الماضية شهدت الأراضي الفلسطينية 37 اعتداءا من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين نفذوا اعتداءات منها محاولة خطف لفلسطينيين وأيضا هناك اتهام لفلسطيني من شمال الضفة الغربية ليلة أمس والذي قال بأن المستوطنون حاولوا عملية الاختطاف وأن جنود الاحتلال ساعدوا في عملية الاعتداء نقل على إثرها إلى أحد المشافي في شمال الضفة الغربية تحديدا في منطقة قلقيليا إذن كما تتابعون الآن بدأت طلائع مسيرة التشيع إذن متابعين الكرام في هذه الأثناء والتي كما أشرنا تواجد فيها أهالي سنجل بشكل عام بالإضافة إلى من قرى مجاورة في الأراضي في بلدة سنجل إذن متابعين الكرام نتكرككم الآن مع هذه الصور التي تأتي من بلدة سنجل والتي كما تشاهدون فيها الحشد الكبير في وداع الفلسطينية من عائلة مساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تكفيان الله أكبر في سبيل الله بنا نبدأ ربما 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 عندما تم دهس طفلتين فلسطينيتين الحضور كما تشاهدون كبير من الأهالي وأيضا حضور غاضب للجريمة التي اقترفت من قبل مستوطن إسرائيلي كانت أيضا شرطة الاحتلال بالإضافة لوسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت على أن الحادث وقع عرضا والأسرة تؤكد أن ما تم هو عملية قتل أو دهس متعمدة قام بها مستوطن إسرائيلي أثناء عملية متابعة الحدث سمعنا من أهالي بلدة سنجل تعرض البلدة لعديد الهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عديد المرات بمساعدة المستوطنين كما يقول هنا أهالي بلدة سنجل الذين اعتبروا بأن منهجية الاعتداءات من المستوطنين متكررة على بلدة سنجل أحد البلدات الفلسطينية في منطقة شرق رمالاو التي تتعرض طيلة السنوات الماضية لعملية مصادرة أراضي بالإضافة إلى اعتداءات هذا الخط الفاصل الذي حدثت عليه الحادثة كان هناك هجمات للمستوطنين على الفلسطينيين إذن متابعين الكرام سنكون أيضا بعد قليل أو سننتقل إلى المقبرة حيث عملية تشيع جثمان الشهيدة ترجمة نانسي قنقر